السلام عليكم ورجعت لكم في انطباع الوام بديس حلقة 739 خلونا نبدأ حلقة بكل المقييس 10 من 10 لاحد يجي ويتكلم ولي يقول ولي مبعجبة بكيفة 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 حلقة رائعة بدت الحلقة بعد رحيل سابوا على الغربين استفضنا في الكلام عن الغربين أدل انك ما تبيني الحين اتكلم عن الغربين عندك شيء أقوى بس استنى استنى بنوصل عب حب لما راح سابوا على الغربين كنا مشعفين هل هو غراب برأسين ولا غربين يوم بعض ولا اكثر انه غراب برأسين واذا غراب برأسين هل هو مخلوق ولا كان اسطوري حسب التصويت اللي سويتها في انستجرام حقي ان الاغلبية متبقين انه ما بين زون اسطوري او مخلوق وياسر البراك جانب الصورة هذي اللي توضح انهم غربين يوم بعض كل الاحتمالات ودور ما نقدر نحكم فيها خاصة ان الغرب تكلم فاي واحد فيهم اللي يتكلم شو القصة هال يبي لها بحث الحالة لكن مو بوقتها الحين نرجع مرة ثانية بعد رح يسابه الكل يرى ويحس السعادة يعني لدرجة زور يقول اخوه مشا وهو نايم خان صحي عشان يودعه قاله لا لا خله مرتاح كلام كيروس كان جميل بعدين كيروس قدم لزور الخدمة الاعظم زور ادى انك تحتاج علاج بس يلا معلي قاطرة قاطرة تماشي فيها عمرك لان اوديك عالجك قال زور كلمة خيالية الكيروس اتمنى ان يقاتلك في يوم من الايام زور يتحدى كيروس السياف هنا خلاص كنا من قبل معرفين هالكيروس محاربة مسياف هنا تبين انه سياف طلبنا زور طلب هالشي كيروس قاله هذا شرف عظيم لي صدقوني زور ما قالها مجاملة زور ما يجامل زور فعلا شف في كيروس سياف خيالي يبيه قاتل وياه رد كيروس قاله سياف عظيم مثلك يقول لي هالشي مما يدونه فيه رتاب تاري يعني انت اعلم اني يا زور تقدر تشبر الموقف هذا بليصار ما بين بيستا وميهوك لما ميهوك عرف فيستا وقال لانت فيستا قال ميهوك تعرفني قال ميهوك سيكون غباء لا اعرفك قال له شرف عظيم لي ان يعرفوني سياف مثلك فنفس الموقف ميهوك هنا زور وفيستا وكيروس فرانكي يبكي من الموقف مو بقادر يسكت ولا بعرف يصلح روحها وروبن تقولها تبيني يساعدك المشكلة مبننا مبعرفي حرك يدنا مشكلة اسلاكة فيوزات احترقت فيوزات اطقت خلاص ننتقل الحين الى سفينة طاقم قبعة القرش في موجاته مع سفينة البيجمام فجأة جابوهم على الجزيرة مما يعني انه ما يبون يواروني لحد الحين شلو انتصاروا فاو منه اللي انتصار في اللقاء كيف تحركوا لكن جابينهم في الجزيرة سيزار سانجي تشوبا في جهة بروك نامي مومونسكي في جهة يعني تفارق الطاقم كالعادة ويتردد الكلام عن الفتاة الفتاة اللي تحركنا من اجلها ما في غيرك يا الخموف ما في غيرك يا الخموف تفارق الطاقم في وقت لا يصح به التفقه يا الخموف التعديم اللي صاير في سيزار كان مضحك افتقدت الضحك هذا من زبان افتقدت الخموف سانجي لك وحشة لا تزعل لك وحشة يا سانجي وهو يعدل في سيزار ويضرب من تحت الحزار اه من زمانها بتشمت في سيزار اكرها 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 وبعدين شوبا شوبا الكيوت الكوائي اللي احنا مشتاقين له بكل وحشة يعطي سيزار على وجه قال لان جاهم شي لانا سيزار رافض يساعد ناس محتاجين قال لان جاهم شي يا ويلك مني بروك نامي مومونسكي بروك واضح نبي وقاعدين يركضون يلاحقونهم ناس غريبين على تمساح غريب الارض اللي هم يركضون عليها غريبة تحسها عرض حية تحسها جلدية اكثر من كونها عرض بعدها انفجار مائي خيالي بروك قلبي يتدخل وقلت يلا يا بروك سو جدار ثلجي سو شي انقد نامي من زمان يجبقان سوصي لي استعمل كوميديتك وقت الاكشن هناك لكن يابا بروك لاني اشوف الاكشن لانا مي تقول انتم اصيب ك치가 مستخدمين بكم هière الشيطان خلاص ما بها فايدا تأكيدة لانا مصيب انامي يانقدونه و vie thing day حو الان مشكله تحمله conhecer his time ايجل مشكله تشقط وograf cottage نامي اللي بدخول الشخص هذا اللي رعي قرنين عنده مع البنت طلع حوال ايدينا الى قرون واسمه شيبهد رأس الخروف رأس الخروف يهاجم نامي وصدها برك لقد اعجب بتقنية برك في الصد هنا سمعنا صوت يقول ابقي مشغولا حتى اتي اللي ما يرضى يشوف بنت تنطق وينزل الخروف يضرب في رأس الخروف لينقاذ نامي ومن ثم يتشتت الخروف اللي يطق رأس الخروف لينقاذ نامي لانه شاف خوية الخروف اللي اعتقد انها مثل خروف شغل خرفان هالحلقة جاءوا جنودهم بالدخلون قلت لهم رجعوا هذا هزم شيبهد سماء لا تدخلون مما يعني شيبهد هذا شخص مبسيط او ان اقواهم على الاقل فتراجعوا الاحزام اللي كان على شيبهد سماء شكله غريب اول مرة يشوف العلامة هذي ومن ثم انتقلنا الى اللي انتوا قاعدين تتحمسونا تكلم عنا كايدو 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 وين الرسم الاولي اللي شفنا لما تكلم قابل اللي طلع الحين كايدو لدرجة انهم جايبين جزيرة في السماء ومكتوب عليها مخربة او مهجورة والجزيرة هذي عليها عروج ومحمولة ببانونات ولا فكرنا فيها ولا فكرنا قاعدين ان يمشي عليها العفلاق اللي طلع قبل كم حلقه وقفص الحين يبي ينهي حياته الكلام اللي قال المعلق يقطع الشك باليقين يعني لا انا ولا اي يوتيوبر ذاني لحق يتكلم الحين في من الاقوى لان خلاص اطلق الكاتب الحين من هو الاقوى كايدو اقوى مخلوق حي ما في اقوى منه لا في السماء لا في الارض ولا في الباولة حتى كايدو بكبل يعني قلت مقابل انها اقوى ما في مجال للقوة وهذا لما قلت لكم من قابل استنوا ما في مجال للنظريات ما في مجال للومضات لازم نستنى ناية الدرسوزا الحدث مبصلي يقول يبقى يسوي سبسكرايب يبقى يخذ ديس لايك يا شيخ ليتني معا ليتني ما سوت لكم النظريات طلعت غلطان انا غلطان مليون بالمية غلطان اني سويت النظريات قبل ان انت حدث درسوزا وغلطان لقراري قلت لكم كل شي اتغير بعد درسوزا كل شي قلنا قبل درسوزا غلط كل شي قلت انا قبل درسوزا واضح قاعد يطيح حبه 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 خلاص كايدو الكلام اللي قال المعلق انه اقوى مخلوق والكلام اللي قال المعلق هو كلام الكاتب ما في مجال للشك لكن انتو تقول انه عرض للاعدام اربعين مرة وامسك ثمنتعشر مرة اوكي مو مشكلة الغدر موجود القوة لا تتعامل مع الغدر والكثرة تقلب الشجاعة خاصة انه قال انه لم يهزم منفردا يعني واحد لواحد هزائم كلها طاقم لطاقم اوكي هذه اللي فلسة كيف انمسك ثمنتعشر مرة وكيف حاولوا اعدامه بعين مرة وقد يكون ان اوهل يسلم نفسه لانه يريد انتحر لكن خسر سبع او ثمان مرات اللي قالها خسر سبع او ثمان مرات خسر هذه غير غير امسك غير حاولوا اعدامه خسر انهزم ثمان مرات كيف لا يمكن التفوق عليه والانتصار وينهزم ثمان مرات انا مو بقعد اشكك انا قعد اتساءل الحين لا تجاوبني يا اللي مشاهي في المانجا خلني اكتشفها الحالي وتكلم ان الويت بيرد اللي عنا عليه نعمه بالموتي اخيرا طبعا الكاتب قال من قبل ان الويت بيرد هو اقوى قوصان حي مما يعني حتى كايدو مش اقوى منه بعد وفاة الويت بيرد صار كايدو اقوى مخلوق في السماء في الارض في البرد في كل مكان هو الاقوى كايدو نزل كايدو مر على واحد سبر نوفا ونزل على اربعة سبر نوفا سبر نوفا ديلي كان يقلون يبقى يقتلون شانكس نزل عندهم كايدو صبت رجولهم وصب العرق ورحوا فيها ولا بعرفين في هوكنز وابو وكيد وكيلر بطواقمهم قاعدين يتنفضون طلعت يد كايدو طلعت يده بس هذه الحالة هزتهم هز سقوطة دمر سفينة بس طاح دمر لهم سفينة ويقول وينك يا الجوكر انا مليت من هالعالم انا ابي اغير هالعالم ما يدري ان الجوكر ما يدري ها، هنوعا لوفي ههر تنفضون بيسكانت المنطقة بعيدة وهذا فت START معا مصيبة لخ بالخ 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 Ilhoydway العدة للحرب يثير الحرب وشفنا حرب كثيرة قايمة تجهيز الجوكر لها الشكل الخيالي الصوت الفخم صوت الكيوبي صوت كورما من نارتو كيوبي هذا هو الصوت الشكل شال هيبة اللي قاعدة أشوفها وعملاق تحسها من سلالة أوز معنى سلالة أوز كلهم يعني أشكالهم غير عن كده طبعا لكن تحسها قريب جدا من سلالة أوز لبسها الوشملي على يد أشكال شكل غريب أودا من بعد الويت بيرد ما رسملي فخامة زي كايدو من بعد الويت بيرد ما رسم فخامة زي كايدو يعني أودا اللي حب كل شخصياتها عبارة عن بيضة نازل منها خطين قال كايدو لا حبيبي هذا كايدو أنا قاعدة أسوي كايدو ما ينفع معاه الطاقطقة ما ينفع شكل هيبة طبعا انتهت الحلقة و كثير منكم كان طالب مني أسوي انطباع مباشر والله إني لحد الحين صوت ثلاث مرات عشان أجيبها انطباع مباشر لكن لا الاستوديو اللي أنا فيه يسمح ولا المعدات يسمح والوضع اخترب أكثر من مرة مرة صوت هنا و مرة صوت هنا و مرة صوت هنا و متباهد لين أرجو انكم تتحملون لين نحن نكمل استعدادات للستوديو والمعدات واعتذر منكم ان شاء الله أول ما يتعدى للستوديو والمعدات أتمنى تأتي حلقة بقوة حلقة تخوش كايدو عشان أصورها انطباع مباشر أيضا من الأشياء اللي أنسي أعلق عليها كيروس في بداية الحلقة عنده رجلين شلون؟ شلون كيروس عنده رجلين؟ طبعا لي ممكن لأنه جراح الموت لو ساعده بس لو كان منهك ما عنده وقت يركب له رجل ثانية كانت تقول من قبل انه خطأ من الستوديو زي ما شفنا من قبل انهم رسوموا الشانكس بيدين بعدين اعتذروا وقالوا انه خطأ بس هل ما رد استمروا الموضوع ثلاث حلقات الحين الحلقة هذه جابوا يمشي عليها جابوا كيروس يمشي على رجلها فأما انه خطأ وهم سيقين فيه ممعبرينا بسبب عظامة الأحداث اللي قاعدة تصيرها الحين يعني هم ركزين على كايدو او انه فعلا لو عوض كيروس عن رجله وهذا شيء شفناه من لو سواه من قبل لكن تظل تظل الحلقة هذه مهما قلت كايدو كايدو هيبة الشكل الصوت القوة الوصف في النهاية شكرا لكل من دعمني بكلمة شكرا لكل من نشر هاشتاغنا الموحد اي ارشو شكرا لكل من نعلق ودعمني بكلمة طيبة او على الاقل بكف الأذى تقدر تدعمني وشكرا جزيلا لكم ولكل من يحب يدعمنا على حسابنا في البيبول تقدر تدعمني لو بدولة واحد ان شاء الله سنكبر الستوديو ونصر لكم اشياء اكبر وافضل وفي النهاية سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استقفرك وعطوب اليك هل تسعود الشير واللايك وسبسكرايب نشوفكم موسيقى